بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مستمعين الكرام عبر إذاعة القرآن الكريم من الدوحة ورحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج ربيع القلوب لكم بداية تحية من فريق العمل من الإعداد محمود الدمنهوري من الهندسة الإذاعية سالم المري ومني في التقديم مصابر شهال نواصل معكم مستمعين الكرام تدبر آيات الله تعالى هذا اليوم نتوقف عند آيات من سورة آل عمران في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم محمة الله مستمعين الكرام من أعظم مقامات العبادة عليها تدور راح الطاعة والسير إلى الله لأنها تسوق المؤمن إلى القرب وترغبه في الإقبال على الله قال تعالى في وصف المؤمنين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ومحبة الله مستمعين الكرام هي إثار محبة الله على ما سواه بالتزام أمره واجدنا بنهيه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في كل كبير وصغير وشرط المحبة لله الإحسان في العمل واتباع الشرع فلا تصح المحبة ولا تقبل الدعوة من أحد إلا بما يوافقها من العمل الصالح أما الدعاء المحبة مع عدم التزام بالشرع فدعوة كاذبة وغرور باطل من جنس أمان أهل الكتاب التي لا تساوي شيئا عند الله عز وجل إذن مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج ربيع القلوب نتناول آية من آيات سورة آل عمران في هذا السياق وهو قول الحق سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم نرحب كالعادة بضيف البرنامج الدائم الداعي الإسلامي فضيلة الدكتور محمد راتب النبلسي حياكم الله شيخنا أهلا وسهلا بكم من جديد شيخنا الفاضل اليوم نتكلم عن محبة الله في هذه الآيات نتوقف بداية عن المعنى أو الوجه مناسبة هذه الآية لما قبلها من الآيات يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة إلى آخر الآية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخي الكريم بارك الله بك ونفع بك الله عز وجل خلقنا حياتنا بيده موتنا بيده صيحتنا بيده المرض بيده الغنى بيده الفقر بيده القوة بيده الضعف بيده السلام بيده العطب بيده بيده كل شيء ومع كل ذلك ما أراد أن نعبده إكراها فقال تعالى لا إكرها في الدين بل أراد أن تكون العلاقة به علاقة حب قال يحبهم ويحبون والذين آمنوا أشد حبا لله كأن الله اختار من بين كل العلاقات بين قوي وضعيف علاقة الحب لذلك الحب في الله عين التوحيد والحب مع الله عين الشرك الحب في الله أن تحب الله أن تحب الأنبياء جميعا أن تحب الرسل جميعا أن تحب سيد الأنبياء والمرسلين أن تحب الصحابة جميعا بدون استثناء أن تحب العلماء الربانيين أن تحب المساجد الأعمال الصالحة الأعمال المشروعة علاقة الزواج مو علاقة زنا علاقة كسب مشروع مو علاقة يا نصيب أن تحب العلاقات المشروعة هذا حب في الله عين التوحيد أما الحب مع الله عين الشرك أن تحب جهة أقنعتك بعدم الصلاة أحببت جهة أقنعتك بالربا أحببت جهة أقنعتك بالمعاصي والآثام لذلك الحب في الله عين التوحيد والحب مع الله عين الشرك لذلك قل إن كنتم تحبون الله الحب الدعاء وكل يدعي وصلا بليلة لكن البطولة أن يكون الله يحبك يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك يعني أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء أحبني وأحب من أحبني وأحببني إلى خلقي يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي يعني ذكرهم بآلائي كي يعظموني وذكرهم بنعمائي كي يحبوني وببلائي كي يخافوني هذا ملخص الملخص يعني مثلا الله قال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون معنى ذلك الآيات هي القنوات الوحيدة السالكة لمعرفة الله والآيات أنواع آيات كونية خلقه وتكوينية أفعاله وقرآنية كلامه يعني إذا أن الأرض تدور حول الشمس بمسار إهليلجي وهذا الإهليلجي له قطران قطر أطول وقطر أصغر الأرض الآن بالقطر الأطول والمسار بيضوي إهليلجي الآن تنتقل من الأطول إلى الأصغر المسافة نزلت قلت بينها وبين الشمس فلابد من أن تنجذب الأرض إلى الشمس بحكم قانون الجاذبية كتلة ومسافة مسافة قلت تزداد قوة الجذب فإذا انجذبت الأرض تبخرت في ثانية واحدة وانتهت ما الذي يحصل؟ ترفع الأرض سرعتها لينشأ من رفع سرعة قوة نابذة تكافر قوة الجاذبة تبقى على مسارها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولها أن تنحرف يد من قدرة من علم من رحمة من آيات كونية المفروض أن يتفكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً؟ سبحانك فقنا عذاب النار آيات كونية والموقف التفكر في آيات تكوينية أفعاله قل سروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين في آية ثانية قل سروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عقبة المكذبين واحدة فانظروا فاء للترتيب على التعقيب والثانية ثم انظروا للترتيب على التراخي الآيات الثانية التكوينية أداتها النظر انظر مصير هؤلاء المنحرفين العصات الطغاة مصير هؤلاء الأدقياء في مسافة كبيرة جداً ثم القرآنية التدبر فنحن مع الكونية تفكر ومع التكوينية النظر ومع القرآنية التدبر مثلاً وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً يعني يا عبادي كلمتان تحكم العلاقة بيننا منكم الصدق ومني العدل يعني تتفاوتون عندي بصدقكم وأنا أعدل بينكم أو أن هذا القرآن بين ذفتيه لا يزيد عن أمر وخبر الأمر عادل خبر صادق هاي الآيات تكوينية نظر قرآنية التدبر فضلت الدكتور الإمام الطبري في تفسيره لقوله تعالى يقول لهذه الآية قول في تأويل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفوراً رحيم قال أبو جعفر اختلف أهل التأويل في السبب الذي أنزلت فيه هذه الآية فقال بعضهم أنزلت في قوم قالوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنا نحب ربنا فأمر الله عز وجل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم يقول لهم إن كنتم صادقين فيما تقولون فاتبعوني فإن ذلك علامة صدقكم فيما قلتم من ذلك وذكر بعدها بعض الأحاديث التي تؤيد هذا القول السؤال هنا شيخ لكن قبل تعصي الإلهة وأنت تغذر حبه ذاك العمري في المقال شنيع لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع في هذه الآية شهر الخطاب أو سبب النزول كان على هؤلاء القوم لكن توجيه الخطاب من الله سبحانه وتعالى قل للنبي عليه الصلاة والسلام هل هو يمكن أن يكون أعام من ذلك اللي هو يعني الخطاب اللي هو في قوله يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبوكم الله طبعاً يعني كل إنسان يدعي محبة الله أين الدليل يعني عموم الأرض لو لا الدليل لا لا أبداً تمام كلامك لو لا الدليل لقال من شاء ما شاء أنا حقول لك هذه المدينة كلها ملكي أين الدليل لا بالمناسبة كلمة رائعة لكل من يسمعون لا تقبل في الدين شيئاً بلا دليل ولا ترفض في الدين شيئاً بلا دليل ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء عود نفسك أن تطالب كل من حدثك عن الدين أن تأتيه بالدليل وكل من قال لك هذا حرام أين الدليل هذا الدليل يعطيك فكر فقهي فكر أصولي أما قال لك حرام ما الدليل حلال ما الدليل واجب ما الدليل لولا الدليل لقال من شاء ما شاء الله عز وجل قال دقيق خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها سوف يعنى شيء آخر الدليل والتعليل الدعاة بطولتهم أن يقدموا الدليل والتعليل الحكمة خذ من أموالهم صدقة أمر إلهي يقتضي الوجوب لكن الله قال تطهرهم من الشح وتزكيهم ترقى بهم عند الله وعند الناس فإذا عوت نفسك كداعية يعني مبتدئ أن تقدم الدليل والتعليل فأنت داعي موفق أما هي حرام حلالة لا لا قدم الدليل آية قرآني حديث نبوي رأي فقهي قوي جدا مجمع إسلامي هذه الدليل والتعليل الحكمة الحكمة مهمة جدا الحكمة مهمة جدا أنت بالحكمة تصل إلى قلوب الناس وإلى عقولهم معا والإنسان عقل يدرك وقلب يحب جميل طب دكتور فضلت الدكتور محمد راتب النبلسي الخطاب في هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله على ما يدلها توجيه الخطاب بقوله قل لنبي عليه الصلاة والسلام هو يخاطب النبي ليقول لمن اعترض على بعض الآيات ولمن قال أنا أحب الله أعبد هؤلاء أصنام كي أتقرب بهم إلى الله جاءوا بكلام في شرك واضح قالوا قل لهم علامة حبك لله أن تتبع منهج الله أن تتبع تعليمات الصانع ألا تشرك مع الله أحدا أن توحد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد والتوحيد نهاية العلم والعباد نهاية الطاعة بل إن الله عز وجل لخص دعوة الأنبياء جميعا بلا استثناء بكلمتين وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أبدا دعوة الأنبياء جميعا ملخصة في هذه الآية وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون لماذا كان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم علامة على محبة الله تعالى لأن الآية دقيقة جدا فاتبعوني يحببكم الله والله ورسوله أحقه القاعدة النحوية الصرفية الدقيقة اللغوية والله أحق أن يرضوهما فجاءت كلمة يرضوه بالبفرد لتؤكد أن طاعة رسول الله عين طاعة الله وأن طاعة الله عين طاعة رسول الله والله ورسوله أحق أن يرضوه يرضوه أما السياق اللغوي والنحوي يرضوهما استنبط العلماء من هذه الآية اللي فيها ملمح دقيق نكتب لاغية أن طاعة رسول الله عين طاعة الله وأن طاعة رسول الله عين طاعة الله نعم الأمر أتى هنا فضيش الدكتور بقوله فاتبعوني الاتباع لم يأتي فأطيعوني الفرق بين الاتباع والطاعة هل هذا لا لخص الطاعة أمرك بشيء أما الاتباع النبي فعل كذا أنت إذا تزوجت بحسع امرأة صالحة الاتباع أوسع من الطاعة لو تلقيت منه أمرا ينبغي أن تطيعه أما حينما يأتي بسنة في إنفاق المال في إداء الزكاة في حسن الجوار ينبغي أن تتبعه فالاتباع ما في أمر مباشر أما الطاعة في أمر مباشر في معاصرة نعم أطيعوني واتبعوا أمري ترتيب المحبة على الاتباع شيخنا المحبة أولا دائما الإنسان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يا ربي أي عبادك أحب إليك دقيق حتى أحبه بحبك قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمسي إلى أحدين بسوء أحبني وأحب من أحبني وأحببني إلى خلقي قال يا ربي تعلم أني أحبك أحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي الآلاء للتعظيم والنعم للحب والبلاء للخوف يعني لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله من خلال آياته الكونية والتكوينية ومحبة له وخوف منه ذو الجلال والكمال تحبه وتخافه بأن واحد نعم أو تخافه بقدر ما تحبه أو تحبه بقدر ما تخافه في الحديث فضيلة الدكتور محمد راتب النبلسي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نعم يعني ربما هو المعنى المقابل لمعنى تحبون الله فاتبعوني لكن هنا بشكل يعني بشكل المخالفة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كيف نفى هذا الحديث في سياق هذه الآيات والحقيقة الرد الإجابة بالمصدر أقوى من الفعل رد أخذنا المصدر مردود يعني هذا فعل مردود لأنه سيد الخلق وحبيب الحق هو المعصوم عصمه الله من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته أربع بنود هو المعصوم وحده من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره وفي صفاته فلا بد من أن نتبع المعصوم والدليل أقوى وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانته ما في مجال أعلامات الاتباع فضلت الدكتور محمد راتب بن أبو السفيق قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يعني العلامات التي يترتب عليها أن يحبهم الله ويحبه يعني هو الحقيقة الادعاء سهل الادعاء سهل جدا أن ندعي أننا نحب الله لكن الدخل الإسلامي لا مو إسلامي بضاعة محرمة السياحة إسلامية لا فيها اختلاط شديد هذع العملية الإسلامية لا غير إسلامية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني علامة حبكم لله اتباعي علامة أن تؤثروا طاعة الله أن تؤثروا سنتي التي جئت بها فأية دعوة للحب بلا دليل لا قيمة لها أنا أقول مثلا كل قطر ملكي بوين الدليل أين الدليل لولا الدليل لقال من شاء ما شاء يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فضيلة الدكتور يعني من يصل إلى مرتبة المحبة التي تبتدأ بالطاعة كما أشرت قبل قليل وتنتهي بمحبة الله جزاؤه عظيم كما فيه في هذه الآية لا نوضح هذه النقطة اللي هو في قولي أغفر لكم ذنوبكم يعني يعني المحبة والغفرة نعم يعني هو في نقطة دقيقة جدا أيام إنسان بغلط الذي أمامه من حين لآخر يذكره بغلطه فيحجمه أما الله عز وجل إذا تاب العبد أخوانا المستمعين أخوانا المستمعين أنت إذا بحست في في الإنترنت في البحث إن الله يحبه في 13 آية تقريبا يحبه التوابين المحسنين المتصدقين المخلصين إلى آخره وبحاس مرة تانية إن الله لا يحبه في منهج مو علاقة مزاجية في علاقات أيام بشرية مزاجية لا تعرف متى يرضى ومتى يغضب يغضب بلا مبرر يرضى بلا مبرر أما الله عز وجل وضع منهج أحب هؤلاء الصدق الصادقين المحسنين المتوكلين التائبين الألأل أبغض هؤلاء فأنت لمجرد أن تستمع إلى هذه الآيات أو أن تقرأها إن طبقتها اعتقد يقينا الله يحبك حب الله شيء مهم جدا يعني إذا حبك الله حبك كل شيء حب الله لك نجاح أكبر نجاح في الحياة نجاح في شأنك الشخصي في صحتك بزواجك بأولادك بتجارتك بدخلك بإنفاقك بمكانتك الاجتماعي هذا الذي ثمناه كل إنسان نعم تفضيلة الدكتور الآية ختمت بقوله تعالى والله غفور رحيم هذان الوصفان الكريمان للذات الإلهية ما مناسبة توصف الله هي كلمة غفور غير غافر غافر اسم فاعل أما غفور صيغة مبالغة يعني كثير الغفران لألف زنب نعم وغفران لأكبر ذنب غفور رحيم غفرانه من رحمته بنا إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي هو الرحمن الرحيم يعني أنا أذكر مرة كنت في مستشفى أطفال أزور مريضاً فوجدت أنه المؤمنة تضم ابنها المريض وتبكي وغير الملتزم تبكي وغير المتعلم تبكي والمثقف تبكي نعم لذلك الله عز وجل أودع في قلب الأمهات رحمه يا ربي ما هذه الرحمة التي ترحم بها الأم ولدها قال هذه رحمة أودعتها في قلب أمه رحمة الأم بأولاد رحمة الله لذلك قالوا رحمة الآباء والأمهات بأولادهم طبع أما بر الأبناء للآباء تكليف فالبر تكليف أما محبة الآباء للأبناء طبع هكذا فطرنا عليه نعم في الآية السابقة فضيط الدكتور محمد راطب النبلسي ختمت بقوله تعالى والله رؤوف بالعباد وهذه الآية ختمت والله غفور رحيم كيف ترى مناسبة يعني ختم الأولى بوصفها الرؤوف الثاني الغفور الغفور الذنب لا تحاسب عليه نعم بس رؤوف أبلغ أحيانا ينسيك هذا الذنب بين أن أذكرك به من حين لآخر معني أنا لم أحسبك عليه وبين أن تنسى هذا الذنب كليا هذه معنى رؤوف من الرأفة الغفور يعني لم تعاقب عليه أما الرأفة ما ذكرك به إذا رجع العبد إلى الله الملائكة تنسى هذا الذنب أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطياه وذنوبه هذه رحمة هذه رأفة في الآية التي بعدها في سورة آله عمران قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين هبيركم شغنها هي توضيح لآية فاتبعوني نعم طبعا بس هو إيه أنا أتمنى على الإخوة المستمعين مرة ثانية لأنه دائما نحنقول الأول تفسير يقولون القرآن بالقرآن نعم أنا أتمنى أن يبحثوا في أي برنامج كلمة إن الله يحبه عدد يفوق العشرة إن الله لا يحبه فكل أخ مستمع إذا طبق الذي يحبه الله وترك الذي لا يحبه الله كان أقرب إنسان إلى الله طبق الذي يحبه والذي لا يحبه وهذا هو منهج الإسلام الحقيقي تعليمات الصانع والصانع هو الجهة الوحيدة الخبيرة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها والإنسان انطلاقا من حبه لذاته وبتعبير شائع من أنانيته ينبغي أن يطيع ربه أنه الصانع هو الوحيد الذي يعلم ما يسعدك وما لا يسعدك فضلت الدكتور في قوله هنا والرسول هي جاءت معرفة من غير إضافة ليس وطيع الله ورسوله وهنا والرسول هل لها دلالة خاصة؟ هي هو أحيانا رسول الله سيدنا محمد بس إيام الله بعصور لاحقة بيجي إنسان ببلغك رسالة من القرآن فكأنه رسولك إلي رسول يعني مو بالمعنى الاصطلاحي معه وحي معه بعسي الملك بيبعث رسول إيام لملك آخر بها المعنى أغدت معنى آخر فإن تولوا التولي شيخنا شو الإعراض هنا؟ الإعراض هو دائما وأبدا ولا أشد من الإعراض دقيقة في عنا يقين وإقبال وفيه شك وإدبار دقيق فالتولي هو عدم تصديق هذا الكلام مع الإعراض مو عدم التصديق فقط تصديق وإقبال تكذيب وإعراض فالتولي تكذيب وإعراض أما الإيمان تصديق وإقبال لذلك عفوا جانب معرفي إدراكي جانب نفسي إقبالي نعم لذلك ختمت الآية أنه فيها تكذيب وإعراض لذلك ختمت بأن الله لا يحب الكافرين نعم الله عز وجل ذات كاملة يحب عباده هذه من الصفات الكاملة لله عز وجل لا يحب الكاذبين لا يحب المتكبرين لا يحب المسيئين ودائما أنه في آيات يحب آيات لا يحب فالإنسان يسعه أن يفعل ما يحب الله حتى يحبه قطعا وأن يسعى أن يبتعد عن ما لا يحبه حتى ينجو من الله فعلا نعم أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي على هذه الكلمات وعلى حضوركم معنا في الستيديو شكرا جزيلا لكم شكر موصول لكم السمعين الكرام في الختام لا يسعوني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة وأنقل لكم تحيات فريق العمل من الإعداد محمود دمنهوري مني في التقديم وأيضا زمينا في الهندسة الإذاعية موتصم السلامة نلتقي إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج ربيع القلوب ومع آية من آيات الله عز وجل نتدبرها مع ضيفنا الدائم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته